شو بنعرف من قبل هناك انواع مختلفة من الفيروسات حسب شكل الفيروس حسب المادة الوراثية حسب اذا عندهم او ما عندهم غطاء مكون من الدهنيات الكائنات اللي بيصيبوهم بالمرض لكننا لا نعلم كيف يعمل كيف يعمل وخورام قلتني أنه ستعلم بعض هذا ولكن لا أعلم كيف يعمل اليوم سنتعلم كيف يعمل انظر هناك انظر انا وجدنا الفيروس ربما نقوم بمتابعه وقد يمكننا التعلم يا الفيروس ماذا تفعل؟ دعني أعلم كيف يعمل هذا هو كتلة البروتين مع المعلومات الوراثية داخلها انا عم بدور على خلية عشان اتكاثر لازم ألاقي خلية اللي بيفتح مع هذا المفتاح لأنه هذا المفتاح الوحيد اللي عندي اياه لا حسنا 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 هذا هو المفتاح هذا هو المفتاح هذا هو المفتاح حسنا 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 لقد افتح المفتاح هذا هو المفتاح اللي عنده المفتاح الصحيح لإله حسنا 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 سيخاص حسنا 전부 حسنا لتجعل أكثر من أجلسي لنسأل هذا جيد 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 من يمكنك أن يساعدني سألتك 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 صدوري 1 C لأنك لتكن انتظر كان religions كما أنحرا سألتك كنت أخبرتك أن أعطيك كيف يدفعون فيروس و أعتقد أنك تفهمتها نعم نعم حسنا، لقد رأيت كيف يدفعون فيروس ولكن في الحقيقة بعض الروسات جدًا يفعلون مختلفة مختلفة بعض الروسات بيعملوا أشياء مختلفة خلينا نشوف حسنا، 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 لقد أخذت مني أخذت مني جدًا سوف أؤذيتهم داخل المواد من هذه الأشياء فعليكم مرحبا لأعيني هيا، ما هذا؟ الفيروس بيخب الشراء بين المواد الوراثية تقبل الخليه بعض الروسات يتحقون يحلق مرحب المواد بعض الفيروسات بيخبوا المواد الوراثية داخل المواد الوراثية تعيت الخلية والخلية بتستمر بالتكاثر مع الفيروس بداخله والفيروسات بيتكاثروا جوات الخلايا الملتهبة فيروس الهيربيس بيشتغلوا زي هيك عشان هيك كتير صعب انو انعالج المرض وما في لحد الان علاج لإلهم شو تعلمنا اليوم الفيروس بيدخول جوات الخلية son matériel génétique se prépare pour être copié مواد الوراثية بيستعدوا عشان يتم استنساخهم والخلية بيعمل نسخات عن الفيروس والفيروس بيطلع والخلية بتموت بعض الفيروسات بيخبوا موادهم داخل مواد الخلية بيستنوا لللاحظة الجيدة عشان يستنسخوا with that I think we are done for today we are so see you in the next class guys hope you liked it so bye bye